كل الناس حالياهين دلوقتي مهتمية بصناعة الفيديو علشان تعمل فيديوهات تربح منها وترفعها على يوتيوب او فيسبوك او تيك توك وخلافه والتصوير بقى كتصوير مجرد مرحلة من مراحل صناعة الفيديو واللي بيغير ملامح الفيديو تماما وبيديره طابع مميز عن غيره هو المنتاج المنتاج اهم مرحلة من مراحل صناعة الفيديو ولو المنتاج معمول حلو صق تماما ان الفيديو هيطلع حلو حتى لو المحتوى بتاعةه تافه ولو المونتاج معمول وهش او ما فيش مونتاج خالص تأكد تماما برضو ان الفيديو هيبقى مملي جدا حتى لو المحتوى بتاعه قيم وطبعا قل لقاعدة ولها شواز والقاعدة اللي معنا بتقول ان المونتاج بيخلي من الفسيخ شرباط ان شاء الله في الفيديو ده هخليك تتعلم المونتاج باسأل الطرق وبدون تعييد على برنامج سهل جدا في استخدامه وهو برنامج ايدي ميكور برنامج ان شاء الله هيخليك تطلع شغل احترافي جدا مع اضافة مؤسلات انتقالية سمعية وبصرية والكتابة على الفيديو بالزكاة الاصطناعي والشغل حلو كتير جدا ان شاء الله هيعجبك بس تتعلم معي الفيديو للنهاية وما لساش تدعمنا الضايك على الفيديو برنامج المونتاج اللي معنا النهاردة من البرامج الحديثة جدا اللي بتشتغل بالزكاة الاصطناعي رابط تحميل البرنامج موجود صندولص وموجود فاول تعليق مسبت والبرنامج فيه منه نسختين نسخة مجانية وفيه النسخة الكاملة انت بالنسبة لك اشتغل عن نسخة لتعجبك يلا بينا نحمل البرنامج مع بعضنا كده ونثبته ونشوف بيشتغل ازاي وعلمك كل حاجة فيه البرنامج بيدعم جميع عظيم التشغيل ويندوس وبيدعم كمان الماك هنقوله هنا التثبيت المجاني وننزل البرنامج ونثبته مع بعضنا تمام هادي يكون تثبيتي البرنامج ادي ميكور ممكن نغير لغة البرنامج بتضغط على ونختار من هنا اللغة العربية عشان نخلي لغة البرنامج كلها باللغة العربية ونقوله التثبيت التثبيت طبعا بيبقى تمام يعني لازم الجهاز يبقى شغال بيفتح معنا البرنامج بالواجهة البسيطة اللي قدامك دي لكن من جوه بقى فيه شغل كتير جدا ومش معنى ان هو شغل كتير ان هي حاجة معقدة لا كل حاجة شرح نفسها فالبرنامج اولا ممكن اعمل بيه تسجيل الشاشة ممكن يسجل الشاشة ممكن استخرج بيه ترجمة ممكن اعمل بيه فيديو بالزكاة الاصطناعي ربع الادوات بقى ممكن اسجل الشاشة ممكن احسن الصورة ممكن اصنع فيديو بالزكاة الاصطناعي خلينا في الاول كده في انشاء فيديو تمام ونقول له ابدأ مشروعا جديدا فتحت معي واجهة البرنامج والشكل العملاق اللي انت شايفه ده ومالة الشاشة قدامي طيب ونفرض مسلا ان انا هشتغل على المقدمة بتاع الفيديو اللي انت شفتها من شوية تمام فاقول له هنا استيراضي ملفات علشان اجيب الملف في الفيديو اللي انا هشتغل عليه الملف عندي هنا في التلات تلاتات هذه المقدمة نزل عندي هنا بسحب الفيديو كده على التايم لاين تمام بالشكل ده علشان ابدأ اشتغل فيه طبقة الفيديو اللي انا حطتها دي اسمها ليار ممكن اضيف ليار تاني عبارة عن صورة او صوت او فيديو ممكن نضغط هنا على التحميلات تمام ونجيب ملفات تانية احط مثلا التلات ملفات دول ممكن اجيب الصورة دي احطها في قهنا كده ده اسمو ليار تاني ممكن اجيب الصورة دي احطها في قهنا داليار ثالث تمام كل طبقة فيهم ليار ممكن اجيب المزيكة دي احطها تحت بالشكل ده داليار برضو تمام بالشكل ده. شغل كله بالماوس سعب وافلت. فالاستخدام بسيط جدا يعني. لي اربع يعني طبعة. طبعة فوق طبعة. يعني شو مسلا الصورة انا حطيتها فوق دي. جات فوق الفيديو بتاعي. لو صحبتها كده. ممكن احركها بالشكل ده. تمام? تمام. الصورة الاولينية. هي اللي فيها اللوغو بتاعي. تمام. بس دي خليها مكانة هنا. ممكن ارفع دي فوق دي. بالشكل ده. ده معنى طبقة فوق طبقة. تمام? بالشكل ده. واخد بالك. كلام جميل. طيب عندك المساعة دي كلها اسمها التايم لاين. تمام? تمام. ده مكان العرض اللي بيزهر فيه. اش هو اللي انا بعمله? اي بقف عليه? بيزهر خصائص بتاعته على الجنب هنا في اليمين بالشكل ده. البرنامج طبعا كله باللغة العربية وشرح نفسه. انه تكبير وتصغير. تمام? او ممكن اختار نسبة مقاوية. الشفافية. تمام? التدوير والعكس والتثبيتي في فيديو والخلفية وكلام من ده. كلام جميل. طيب. هنا جايب لي رمز المقص لو جبت المؤشر ده هنا كده. وضغط على رمز المقص ده. اسمني ما يقطع الفيديو. وانا فرض ان الجزئية دي لحد الجزئية دي عايز اقصها. بقف هنا في المكان اللي عايز اقصه. واضغط على المقص بالشكل ده. الجزئية اللي في النص دي. بقى فيه حتى عنده في النص ايه. دي ممكن اعزفها. بتضغط على دليت بالشكل ده. اتحزفت من عندي. طيب انا عملت حاجة غلط وعيز ارجعت تاني. بقى ضغط على العلامة دي. تمام? رجعت لي القص تاني. خلت لي المقطع كله حتى وعدها. كأنني مقصتش منه حاجة. كل تراك بيبقى ظهر قدامه هو فيديو ولا صوت. يعني هنا جايب لي ده تراك فيديو. ده صورة بس بقول لي عليه فيديو. تمام? اللي تحت ده جايب لي رمز بقول لي ده تراك صوت. كلام جميل. في عندي هنا رمز العين. لو وقفنانا كده. تمام? ظهر معي التلات ليارات او تلات طبقات. لو ضغط على رمز العين ده بخفي حاجة منهم. تمام? بيعمل لي اخفاء بالشكل ده. كلام جميل. لو ضغط على رمز ده بيكتم الصوت من المقطع ده. من اللير ده. كلام ممتاز. تمام? لو عايز عزف حاجة بعلم عليها. وضع طيام ما دي ليت. يام ما بضع طعلى رمز السلة ده. حس بالشكل ده. كلام جميل. تراجع زي ما اتفقنا. اي تراك باف عليه او اي لير باف عليه بيظهر لي الخصائص زي ما اتفقنا. ممكن هنا اضيف صوت من جوة البرنامج نفسه. البرنامج فيه مكتبة ضخمة من مؤسرات السمعية. فتعالي اشغل الفيديو كده قبل ما اضيف اي مؤسرات. المزيكة اللي في الخلفية دي المقطع اللي انا اضيفه. ممكن اعزفها بالشكل ده. بضغط على دليت. واضيف انا مزيكة من هنا. زي مسلا السحر القوتي ده. بضغط على السهم المقلوب ده عشان يعمله تنزيل الاول. وبعد كده باسحبه. احط هنا بالشكل ده. تمام? كده المقطع ده هشتغل في خلفية الفيديو بتاعي. الصوت ده عالي مغطي على صوت انا عايز اخفه شوية زي ما اتفقنا اي لير اضعط عليه بيزهر لي الخصائص بتاعتي هنا بالشكل ده. تمام? هنا مقدار الصوت ممكن اخليه اقل شوية خليه مسلا ايه? تلاتين في المية تسعة في المية تشغل كده. كلام جميل. عندك بقى مكتبة كبيرة جدا من الاصوات والمؤسرات الانتقالية. ممكن تعيش ما بينها وتشوف الانسب ليك وتنزله. تمام? تمام. وعندك هنا مقسمها لك لاقسام. وهنا المؤسرات الصوتية ايه. تمام? وانت بالزبالك علشان تلتعد من برنامج بشكل مظبوط لازم الكمبيوتر يبقى واصل الانترنت. اظن كده الفكرة وصلتك. كلام جميع. نعزف دي. نخش على اللي بعديه النص. هنا باختار شكل الخط. تمام? ممكن اختار الشكل ده. بطر طريب يتعملو دولود الاول. بنزله. وبعد كده اسحابه. احط هنا بالشكل ده كده. تمام? وبعد كده احرر الخط بتاعي. طبعا البرنامج بيدعم اللغة العربية. ممكن اكتب عليه. مرحبا بكم. طبعا خط كبير شوية ممكن نصغر. بالشكل ده. وممكن نغير الخط. بالشكل اللي احنا عايزينه. هنا ممكن اخلي الخط بولت. كلها التنسيقات اللي انتم عارفينها طبعا حاجة بسيطة جدا. الجميل بقى ان انا ممكن اعمل تأثير على الخط نفسه. اختار منها تأثير الحركة. تمام? ونختار الحركة دي مسلا. منتز جدا. الكلمة انا كتبتها بشيلها بحطها في المكان اللي انا عايزه طبعا. بسحب بالشكل ده. ممكن اخليها في بداية الفيديو بالشكل ده. تمام? وتعالى نشغل الصدق كده ونشغل الفيديو. حركة الخط نفسه لها بداية ولها هنا. لها دخول ولها خروج. احنا اخترنا الدخول. ادي دخول فيه خروج. ممكن اختار برضو شكل الخروج. اخدت بالك. خلينا نتقبرها شوية كده. عشان التأثير يبان قوي. ده الدخول. وده خروج الحركة اوه. كلام جميل. طيب ونفرض مسلا ان انا بعمل الفيديو والفيديو ده انا مش باتكلم فيه. انا حاطت فيه نصوص مكتوبة بس. وعايز البرنامج يقرالي النصوص المكتوبة دي. فبختار من هنا النص الى كلام. تمام? وبختار الصوت. عايز الصوت مين? ليلى ولا فاطمة ولا امينة ولا علي ولا حمدان. نختار مسلا علي. بالشكل ده. امينة. طيب. نرجع للملصقات. هنا عبارة عن اشكال ممكن اضيفها على الفيديو. تمام? تمام. بقت بالشكل ده. ان شاء الله. سبسكرايب. طبعا ما كان هنا مش مزغوط. ممكن نخليها هنا او هنا بالشكل ده. وهكزا. الانتقالات بقى. الانتقال من مشهد لمشهد تاني. يعني مسلا. ونفرض ان ده مشهد. نقص الاول. بالمص. عايزين فاصل ما بين المشهد ده والمشهد ده. نشوف اي انتقال. في انتقالة كتيرة جدا. ممكن نجيب الانتقال ده مسلا. نعمل الاول. نسحب ده كده. نحطه في النص هنا. طبعا الحركة دي انا شاف ان هي بطيئة شوية فممكن نصرعها. حتى الانتقال نفسه ممكن نصرع الحركة بتاعته. ممكن نخلي المدة بتاعته. نص. ماشي. نخليها ماشي. تلاتة من عشرة سانية. كده اسرعي. كده اجمل. تمام. فالانتقالات عندي ما اسمها لي برضو. الاساسي شرائع حركة تأثير ثلاثة الابعاد. بعد كده في عندي التصفية. التصفية دي عبارة عن فلاتر بضفها على الفيديو بتاعي. بضغط عليها. علشان انزل الفلتر الاول وبعد كده اسحبه. وانزله على الجزء اللي انا عايزة اغير ايه اللون بتاعه. تمام? انا شايف اللون عندي باللون ده. الفيديو باللون ده. لو جبت الفلتر غير اللون بتاعه للون ده. ده بالنسبة للتصفية. التأثيرات عبارة عن مؤسرات واشكال كده بتنزل مع الفيديو زي كده مسلا نزل اول طبعا. ومعنى كده نسحب. تمام. شغل جميل. بس طبعا الشغل ده لازم يتعمل مع مؤسرات صوتية. منفعش ان انت تتعمله وعادي كده من غير الصوت. مش هيبقى ظريف يعني. اخر حاجة عندي الترجمة. ودي الجزئية اللي انا شايفها مميزة جدا في برنامج واللي بتشتغل بالزكاة الاصطناعية. اقول له انا ابدأ في التعرف على الكلام. بس احدد له المقطع الاول. خلنا نجيبها من الاول. ابدأ في التعرف. دلوقتي بقى هيبدأ يترجم الكلام اللي انا بقوله بصوتي. لكلام نصي مكتوب. وانا بعد كده انصق بقى الكلام ده. حتى ما اخدش وقت اهو. تمام? تعالى نشغل كده الاول. نقبر. نشغل. شايف الجمال? انا حتى قلت علشان هو جابها ليه? لكي. واللي. انا قلتها واللي هو كتب واللزي. طيب والله شيء ممتاز. طيب عايزين نغير الايه الفنط الفنطم الظريف. زي ما اتفقنا. اه دي اللير بتاع الكلام المكتوب نقف عليه بالشكل ده. وبعد كده نختار الترجمة. تمام? ممكن اعدل في بعض الحروف له هو اجيب لي اخطاء. عند النص هنا. ممكن اغير خط نفسه واغير الوانه. كل جملة بقى ببدأ اغير فيها بالشكل اللي انا عايزه. باختار نص. تمام? وبغير حجم الخط. اكبر او اصغر. واختار طبعا اللون اللي انا عايزه. كل حاجة بعملها بالموس. استخدام برنامج بسيط جدا وسهل جدا واشرح نفسه. طيب والنفرت بقى ان انا خلصت شغلة على البرنامج خالص. وعايز احفظ مقطع الفيديو بتاعي. بغضت على كلمة التصدير بالشكل ده. وبعد كده افضل صيغة احفظ بها الفيديو بتاعي. اللي هي والدقة الف وتعملين ممتازة جدا. دي اللي انا مصور بها الفيديو. اللي انا مصور بفور كي باحفظ بالفور كي. تمام? والترميز ده افضل ترميز اللي هو اتش ميتين اربعة وستين. وممكن نخليها ستين في السانية. انا مصور تقريبا بخمسين فريم. فممكن نخليها خمسين فريم. تمام? وبعد كده اقول له تصدير. بس قبل ما اقول له تصدير اخطر ما كان الحفظ. انا عايز احفظ فين? احفظ على بالشكل ده. واقول له تصدير بالشكل ده. برنامج طبعا زي ما انت شايف كده في كتير جدا جدا. بس كله بسيط وكله سهل وكله شرح نفسه. يعني انت مجرد ما تنازل البرنامج وتبدأ تستخدمه هتلاقي كل حاجة بسيطية قدامك وانت فاهم فيها. مش محتاج حد يشرح عليك. فعشان كده انا شرحت لك الحاجات الاسية والخطوط العريضة بس في البرنامج. وانت باعيش مع نفسك في البرنامج. رابط تحميل البرنامج هتلاقي موجود الصندولوس وموجود فاول تعليق مسبت.